وظائف المشروع يوجد العديد من المشروعات التي تشبع رغبات واحتياجات العملاء وعادة ما يتم التمييز بين المشروعات استنادا إلى نشاطها الرئيسي أو الهدف الأساسي من وجودها وفي هذا المجال عادة ما يتم تقسيم المشروعات إلى ما يلي أنواع وتقسيم المشروعات 1. مشروعات تجارية 2. مشروعات صناعية 3. مشروعات الخدمات أولا المشروعات التجارية هي المشروعات التي تلعب دور الوسيل بين المنتج والمستهلك سواء كان مستهلكا نهائيا أو مشتريا صناعيا فردا أو منظمة لذلك فإنها تقوم بشراء المنتجات بغرض بيعها أو إعادة بيعها دون إجراء تعديلات جوهرية عليها ومن أمثلة هذه المشروعات تجار الجملة وتجار التجزع ثانيا المشروعات الصناعية هي مشروعات يتمثل نشاطها الرئيسي في إنتاج منتجات لإشباع حاجات المستهلك النهائي أو المشتري الصناعي وفي سبيل ذلك قد يمارس المشروع الصناعي نشاطا إنتاجيا أو استراتيجيا أو تحويليا أو تحليليا أو تجميعيا ثالثا مشروعات الخدمات هي مشروعات تقدم منتجات غير ملموسة للمستهلكين النهائيين أو المشتريين الصناعيين أو لكليهما ومن أمثلة هذه المشروعات البنوك وشركات النقل وشركات التعمين وشركات التخزين وغيرها وتأخذ المشروعات أشكالا قانونية متباينة فهناك المشروع الفردي وهناك المشروع الذي يأخذ شكل الشركة وقد تكون الشركة شركة أشخاص أو شركة أموال ولكي يحقق المشروع أهدافه فلابد أن يتم آداء عدد من الوظائف التي يختص كل منها بمجال معين من مجالات أنشطة المشروع وهناك وظائف تتواجد في كافة أنواع المشروعات وبصرف النظر عن نشاطها الرئيسي مثل التسويق والتمويل والأفراد والشراء والتخزين وإن اختلفت الأهمية النسبية لكل منهما من مشروع إلى آخر وهناك وظائف أخرى كالإنتاج كانت النظرة التقليدية لها أنها لا توجد إلا في المشروع الصناعي ومع ذلك طبقا للنظرة الحديثة غير التقليدية توجد وظيفة الإنتاج في الغالبية العظمى من المشروعات وبالتالي فإن هذا الكتاب سيعرض وظائف المشروع التي تتمثل في التسويق والإنتاج والتمويل والشراء والتخزين والأفراد وفيما يلي نبذة مختصرة عن كل من هذه الوظائف وظائف المشروع واحد أول وظيفة هي وظيفة التسويق هي الوظيفة التي تختص بين المشروع وعملائه لدراسة السوق والتعرف على احتياجات ورغبات العملاء وتستمر أثناءه وذلك لإجراء أي تغييرات أو تعديلات ممكنة كنتيجة للتغييرات في السوق والاحتياجات وتستمر كذلك بعد الإنتاج وذلك للتأكد من رضا العملاء وحل أي مشكلة قد تعترضهم والحصول على معلومات تفيد في تعديل السياسات والاستراتيجيات التسويقية اللاحقة ويخضع التسويق مثله ومثل في ذلك مثل وظائف المشروع الأخرى لتطبيق وظائف الإدارة وبالتالي فلا بد من تخطيط التسويق وتنظيمه وتوجيه المسؤولين عنه والرقابة عليهم الوظيفة الثانية من وظائف المشروع هي وظيفة الإنتاج كما سبق القول فإن وظيفة الإنتاج من الناحية التقليدية تمارس في المشروعات الصناعية وتهدف هذه الوظيفة إلى إنتاج سلعة بمواصفات وخصائص محددة وبكمية معينة وفي وقت معين من خلال استخدام أكفى الطرق وتنطوي وظيفة الإنتاج على عدد من الأنشطة والسياسات والتي تبدأ باختيار موقع المشروع وتنتهي بمراقبة الإنتاج الوظيفة الثالثة هي وظيفة التمويل تختص وظيفة التمويل بالأموال اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروع وبالتالي فإنها تبدأ بتحديد الاحتياجات المالية ثم الحصول على الأموال اللازمة لمقابلة هذه الاحتياجات ثم الرقابة على هذه الأموال من أجل إحداث التوازن المطلوب بين السيولة والربحية ولا يخفى عليكم ما الأموال من أهمية بالنسبة للمشروعات ففي كثيرا من المواقف تكون الإدارة المالية الجيدة هي الفيصل بين نجاح المشروع أو فشل ونظرا لمال هذه الوظيفة من أهمية فعادة ما يتم النظر إلى شاغل هذه الوظيفة على أنه من أقوى إن لم يكن هو الأقوى بين المديرين في المشروع الوظيفة الرابعة من وضيف المشروع وظيفة الشراء والتخزين تحتوي وظيفة الشراء على عدد من الأنشطة التي تؤدي إلى توفير احتياجات المشروع من المواد والآلات والمعدات وغير ذلك من المستلزمات بالجودة المناسبة والكمية المناسبة والسعر المناسب وفي الوقت المناسب ومن مصدر الشراء المناسب فوظيفة الشراء تتضمن عدد من الأنشطة الأساسية كتحديد ورقابة الجودة وتحديد والرقابة على الكمية وتقرير سعر الشراء والتفاوض وبحوث الشراء بالإضافة إلى عدد من الأنشطة ذات العلاقة مثل النقل والتصرف في الأصناف الراكدة والخردة ولا شك أن النجاح في أداء هذه الأنشطة لا بد وأن ينعكس على كفاءة فعالية الوظيفة ككل وفي توفير وتدبير الاحتياجات أما وظيفة التخزين فهي الشق الثاني للوظيفة المتعلقة بتوفير احتياجات المشروع حيث أنها مكملة لوظيفة الشراء ووظيفة التخزين تختص بصفة أساسية بالمنفع الزمنية وهي تتمثل في حفظ الأصناف المختلفة من الاحتياجات منذ استلامها وفحصها بالمشروع وحتى صرفها لاستخدام به ومن هذا المنطلق فإنها تعمل كحلقة وصل وتنسيق بين طلب المشروع وحاجاته إلى المستلزمات المختلفة وبينما توفر وظيفة الشراء من هذه الاحتياجات في أوقات مختلفة وتتضمن وظيفة التخزين عددا من الأنشطة مثل استلام الأصناف وترتيبها وحفظها داخل المخازن وصرفها لجهات الاستخدام وضبط حركة دورانها بالمخازن واستلام الأصناف المرتجعة وغير ذلك من الأنشطة الوظيفة الخامسة هي وظيفة الأفراد تختص وظيفة الأفراد بالموارد البشرية بالمشروع ولا يخفى مع العنصر البشري من أهمية في إنجاز الأعمال وتحقيق الأهداف ومن ثم فإن الكفاءة في أداء هذه الوظيفة لا بد أن تنعكس على كفاءة المشروع وهناك عددا من الأنشطة الفرعية التي تضمنها وظيفة الأفراد مثل تحديد الاحتياجات من القوة العاملة واختيار أنسب العناصر لشغل الوظائف وتدريب العاملين والتنمية الإدارية والترقيات والنقل وتحديد الأجور والعلاوات والمكافآت والخدمات والإجازات ووضع نظام للحوافز والجزاءات وفي النهاية وضع القواعد المنظمة للتقاعد بمعنى أن وظيفة الأفراد تختص بالأفراد منذ التحاقهم بالعمل بالمشروع وحتى تركهم العمل به ولا شك أن أداء كل من هذه الأنشطة الفرعية يحتاج إلى تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقاب العلاقة بين وظائف الإدارة ووظائف المشروع من خلال العرض السابق يمكن استنتاج العلاقة بين وظائف الإدارة ووظائف المشروع بوضوح إن وظائف المشروع هي مجال تطبيق وظائف الإدارة وبالتالي فإن كل من الوظائف الإدارية تطبق عليه كل من وظائف المشروع وإن كل من وظائف المشروع تخضع لتطبيق كل من وظائف الإدارة كما هو وضح أمامكم في الشكل 3 إلى 1 يتضح أن وظيفة التسويق على سبيل المثال تخضع لتطبيق وظائف الإدارة من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة ومن ناحية أخرى فإن وظيفة التخطيط على سبيل المثال تطبق في التسويق والإنتاج والتمويل والشراء والتخزين والأفراد وبالتالي لا يمكن مناقشة أي من وظائف المشروع دون الإشارة إلى كيفية تطبيق كل من وظائف الإدارة عليها وسوف يتضح ذلك سواء كانت تطبيق بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال عرض كل من هذه الوظائف في الوصول التالية من هذا المنهج